خليني أخد مدخلة غاية في الأهمية طبعا مع الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح المحاضر التحكيمي ونتكلم معه في بعض الأمور المهمة يا كابتن محمد مساء الخير مساء الفل عليك يا ميرو أخبرك كمام الحمد لله كله كويس شايفك متعصب لا ما ولازم أتعصب بصراحة يعني أنت بزمتك مش شايف أن فيه أخطاء كارسية بتحصل في مختلف المبارات بما فيهم طبعا مبارات المصري اللي فيت بالنسبة للنادي الأهلي والحالات اللي أعتقد أنت كنت سمعني قبل ما أخذك مع المدخلة كنت سمعني وبتكلم على حالة محمد شريف على حالة أفشعة الست دايبتو وقت بل ضايع على الإنظار اللي تحسب على محمود متولي أنا عايز أخد تقييمك للمبارات دي بالتحديد قد مبارات دي أول مبارح بس رأيك إفقى ده الحكام واحدة واحدة كده أنا هاخد من كلامك بس عايز أأكد على حاجة أنت أولا محمد للمسؤولية كلها لواليد عبد الرازي مبدئيا كده عشان تكون عارف واليد عبد الرازي ما كانش هو حكم اللقاء آه ما هو ده دي جوزء مهمة جدا كنت أحسألك فيها بالمناسبة أنا سمعت فئة قويل كتير جدا تقالت أن أصلا ما كانش هو حكم اللقاء وتدخل أحمد أبو العيلة هو اللي خلى أنه هو يكون الحكم آه يعني هنبدأ في تفاصيل التواليس التعيين فضل جابت أنت وفيه السيد حط طاقم وده بدوره أنه هو مسؤول عن التعيين طبعا الطاقم اللي هو حطه اتفال وتعاين طاقم تاني هنا أنت بدأت المشكلة بدأت من بره الملعب بدأت من داخل لجنة الحكام عندك في ناس في تنازعات على مين اللي يحط التعيين ومين اللي يعمل ما نحنش عارفين مين بيعمل تعيينه ومين بيعملش تعيينه وهنا بداية المشكلة هروح بعد كده بقى للملعب آه أي خطأ أنت قلت أمير على الهوى أنه هو ما رحش يشوف البور على فكرة حكم البور عبدالعزيز السيد بيتحمل مسؤولية الاستدعاء يعني أنا كحكم في الملعب ما يفعش أنا اللي أروح أشوف بالنفس أكيد لازم حكم الفيديو بيراجع الحالة وبعد كده بيستدعيني طبعا تمام هو هنا عبدالعزيز السيد عنده مسؤولية مشترك لو أنا ضاع مني الحدث اللي في الملعب كحكم الملعب هنا بيجي مسؤولية حكم البور فهنا في مسؤولية تانية من معدم الاستدعاء لأي مراجعة أي حالة في كلام طالع أن عبدالعزيز السيد منادهوش عشان يرجع أو عفوا ندا ووليد عبدالرازق مراحش هل ده ممكن يكون حصل؟ أنا بأؤكد لك أن الكلام ده غير صحيح تمام تماما تماما غير صحيح تماما ماشي أكيد طبعا في مسؤولية على عبدالعزيز السيد ده أمر مفروغ منه تمام آه عشان بنتكلم تبقى يعني كل واحد ومهمته صح 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 بنوضع مصبوب ماشي وليد ده واحد الجزئية التانية بس أنا لها تعقيلة على كلمة آه أنت قلتها وأنا عندي تفاصيل يعني ما ينفعش أقولها على هوا تخص التحكم لكن وليد عبدالرازق لم يتعمد بشهر الكرد آه لمتولي يعني أنا شايف الناس المتحملة على وليد بس أنا المباراة فيها آه مشاكل تحكمية طب كابتن بس كابتن محمد بس بس خليني يعني بعد إزداء كامل عشان بص التحكم موجود فيه مشاكل وإحنا كلنا متفقين على ده ولكن أنا بأؤكد لك وأنا بقولك هو على مسؤوليتي تفاصيل الكارت ده والكواليسه صدقني آه وليد عبدالرازق ما فيش تعمد مش موجود عشان آه هو عنده مباراة للسمالك الجاية فهو بيخليه يبعد الكلام ده أنا بقولك مش صحيح تمام بص بقى خلني بس أسألك بس حاجة كابتن وديني تفسير للي هقوله لك ده أنت دلوقتي واحد كحمد فتحي جاي بيعترض عليك ومتولي جاي من بعيد جدا لسه حيبتدي يعترض أنت على طول في ثانية الإنظار راح لمتولي تقدر تفسر المشهد ده بإيه حفصلك المشهد ده آه فصلي لما تابع وليد عبدالرازق تابعه كويس من كل مبارياته على فكرة هي دي شخصية وليد وليد مغيرش رتم أداءه آه عشان يمكن هو عشان كان بعيد عن مغرات الأهلي والنمالك آه فالناس ما بتخدش بالها من أداءه كويس لكن دي شخصية وليد على فكرة دي شخصيته التحكمية وعايز أقولك على حاجة حاجة مهمة جدا آه ما هنيجي نتكلم تحكيم هو فيه اعتراض فيه إنظار آه يا طبقا للقانون ما هني بقا سؤال ليهشнения إنظار طالع على متولي وما طلعش مثلا الحمدي هو بقى ذا تقديره هو شاف إن إنظار متولي ويعترد عليه بشكل غير لائب هو ليح يعترض هو ال sprint عبر علّى هو اللي شاهد الحدث لكن هذه التفصيلة مش عندي للأمانة بس هذه لا بتكلم فيها كابتن هاني هذه ليح يعترض لفيها ولو ليح يعترد ماشي على فكرة انا بلاوم على متولي انا بقوللك وانا بلاوم على متولي ان هو عارف ان هو عنده إنظار ورايح يعترض أنا بلوم عليه لكن في نفس الوقت المشهد غير منطقي بالنسبة أنا عايز بس عشان الأسداد المشاهدين ما تفتكرش أن الحكام رايح أنا عندك إنذار فمش هلعبك الماتش الجاي الكلام ده لا يخص الحكم في شيء أنا بقولك وعندي تواليس اللي حصل بعد الجزئية دي أنا لم أبزم يا كابتن بأن هو ده اللي في نيته وأنا قبل حتى ما اتكلم في الحتة دي قلت أنا من عمري ما حدخل في نوايا حد بس أنا بقر المشهد بقر المشهد مش أكتر بس عايز أقول لك على حكة عارف مين اللي ضره وليد عبد الرازق مين كل حكم كان بيصح بالاعتراض ويتغاد عنه تمام الناس اعتقدت من ده المشهد الطبيعي ولما وليد عبد الرازق ودي شخصيته على فكرة دايما ولما وليد اتصرف بهذا الشكل أنا خلي بالك بتكلم تحكيم ما ليش علاقة بالنتيجة ليش علاقة بالنتيجة المهورة طبعا أخص بالك فواليد لما اتبعه واتبع أداءه طول حياته حتى على فكرة مش نعاردة ولا مبارح هي ديش نخصية وليد بس ده مش مبرر برضو يا كابتن طب هقولك على حاجة لو تفتكر وليد كان عنده مباراة آخر مباراة كان عنده مشكلة كبيرة جدا المباراة دي جات على ستاة اسكندرية بتاعت محمود علاء انت عارف محمود علاء الطرد دي ولا مش عارف أكيد فيه تجاوز حصل طيب هو قد ده الانتظار لمحمود علاء كان فيه اعتراض نفس اللي حصل معه وهي ديش نخصية وليد عبد الرازق اسلوب محمود علاء كان مختلف شوية كابتن للأمانة يعني لا هو محمود علاء قال له انا لوانك ما تقدرش تعمل معايا كده لوانا كنت بلعب في مكان تاني كنت تحت الديني ما كنتش تقدر تطلع للانتظار فورح مطلع الانتظار الثاني وطرد طب خلينا اسألك سؤالة يا كابتن محمد معلش يعني وخلي يعني ايه بلك طويل شوية معايا هل من المنطقي ان حكم واصل المرحلة العمرية دي 41 سنة كابتن وليد عبد الرازق ان هو يدير مباراة اول مباراة ليه في تاريخه للنادي الاهلي مباراة ممتعة الحساسية قدام فريق زي فريق المصر وهي مباراة جمهرية هل ده تعييد منطقي يعني اصلي اعايز اقول لك الحاجة اولا على فكرة وليد عبد الرازق كان حكم دولي يعني هو كان في القايمة الدولية في قرط الصلاة ده يمكن الناس ما تعرفوش وليد عبد الرازق الحكم الوحيد اللي بيلعب في الدور الممتاز دلوقتي اولا بيتير مباراة الدور الممتاز ولي لعب كرة خدم على مستوى الدور الممتاز بيلعب في نادي القناة اه تمام ماشي اوكي اه فاحنا بنتكلم في نادي القناة اللي هو طبع منطقة اسماعالية تمام اه هو انا بلعب في نادي القناة ايو ايو ماشي اه بطبعا هو لو هنتكلم هو ولعب الشرقية الدخان كمان ماشي اه لكن هو مش حد مغمور في التحكيم على فكرة وليد اسمه كبير لكن هي القصة في ان وليد هنا مين اللي يتحاسب على ان اه ان وليد ملعبش للأهل او ازنى مالك فترة كبيرة جدا هي اللي جان الحكام هي اللي اقتصرت اه وخلي بالك ده من انقذ فشل يعني الفشل التحكيم اللي احنا فيه دلوقتي تمام ان النهاردة انت اقتصرت جزء الناس معينة هي اللي ادي المباريات اللي برافها اهل وده اللي ادى الوضاعي اللي احنا فيها دلوقتي وده اللي ادى الوضاعي اللي بقى انت النهاردة مثلا عدم المباريات دي ليها خبرة وليها اكيد وليها مواقفها انت النهاردة حطيته في النار بلتالي قلار التعيين كان خاطئ يعني ده طبق لكن طبعا حطيف المعاكل المباريات كان فيها اخطاء اكيد كابتن محمد انا بشكرك شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر